بسم الله الرحمن الرحيم دكتور ايمان احمد خنفور أسيستنت بروفيسور باناتوان امبيريولجي مسترد جرين اوبستاتفكس عن الجيناكولوجي المعارسي اوجي فاكلتي اوب ميديسين اليكزاندر اونيورسي انتركوستل سبيس انتركوستل سبيس انتركوستل سبيس يحتوي على انتركوستل موسيلز نيرفز آرتيز فينز ومن خلاله سنكلم على ابلايت اناتومي ونتضرب على مجموعة من الشورت كوتشا نبتل الوقت به انتركوستل موسيلز وهميني جدا سنقوم بتاعت الكلاسيفيكيشن بتاعتها ومكان كل عضلة نقسمها الى ثلاث مجموعات من العضلات ده كده اللي هو الانتيروس فراسو كول اخدت الترانشة من الحتة دي كده اهوات وكبرناها هنا دي مسافة بين الضلعين اهوات اللي هو انتركوستل سبيس وده مجموعة من العضلات وحبدأ عندي بالفيرست جروب اللي هي بنسميها اوتر لير وبتعملها عضلة اسمها اكسترنال انتركوستل موسيل يعني كده عندي اوتر لير بتعملها موسيل اسمها اكسترنال انتركوستل موسيل يعني ليه على طول الانترميديت لير بتعملها عضلة تانية اسمها انترنال انتركوستل موسيل يعني كده خلصت طول لير اوتر لير انترميديت لير وبعين عندي بعد كده الانر لير حال انر لير دي ماياش موجودة في كل السورة سكول بتقسمها الى ثلاث مجموعات مجموعة لاترالي ومجموعة انتيرالي ومجموعة بوستيرالي نشوف الاول المجموعة اللي هي اللاترالي وبتمثلها عضلة هنا اسمها انرموست انتركوستل موسيل دي عاملة بالضبط الزي الانترنال انتركوستل وهي تعتبر سبلتد بارت اللي افزا انترنال انتركوستل ودي سبلتد بايه؟ بالفان بتاعنا اللي هو الانتركوستل دي مكانها فين؟ موجودة في اللاترال بارتة بتاع السورة سكول بس طيب وما الانتيرالي في ايه بقى؟ في عضلة تانية اسمها ستيرنو كوستاليس موسيل طيب بوستيرالي في عضلة تالتة اسمها ايه؟ اسمها سب كوستاليس موسيل ودي موجودة في الكونكافتي او الديبريشن الموجود او الكونكافتي موجودة او الكونكافتي موجودة اسمها بارا فيرتبرال جاتر بعيد من تاني يبقى لعندي كده الكلاسيفيكيشن بتاعة الانتركوستال موسيل عباره عن three layers outer layer intermediate layer and inner layer outer layer external intercoastal muscles intermediate layer internal intercoastal muscles ورحبا كدا inner layer بتتكون من ثلاث مجموعات واحدة لاترالي والثانية انتيرولي والثالتة بوستيرولي زي ما قلناهم دلوقتي مهم جدا اننا نعفل بلان بتاع البوزيشن بتاع الموسلز ديت بالنيمز بتاعتها قبل ما ندخل على الاتاتشمنتز والاكشنز تعني نبدأ بقى بالاوتر لية بتاعت الانتركوستال موسلز اللية بتكون ممثلة في اول عضلة اسمها اكسترنال انتركوستال موسلز وكبرناها اهيات اول عضلة اهيات اللي حتكلم عليها دلوقتي اسمها اكسترنال انتركوستال موسلز طب ما تجي نبسطها اكتر انا عملا بقى رسمة تانية اهيات عشان نبين الداتا بتاعتها ادي اول لير اهيات اللي هي الاوتر لير اللي اسمها اكسترنال انتركوستال موسلز ونتفق على حاجة الارجن بتاعت تلات عضلات دولة اخدين من الكوستال جروف والتلات عضلات دولة رايحين يعملوا انسيرشن في الابر بورده بتاع ريب بلو يبنا كده خلصت الارجن والانسيرشن طب تعالى نشوف الاكستنشن بتاع العضلة ياريت اه 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 احنا بنشوف الفيديو دلوقت نحاول نتكبر الصورة في الجزء ده ازاي ان احنا ندوس شفت ونلف العجلة بتاعت الموس ده احنا بنشوف باللابتوب نركز بقى كده مع بعض العضلة دي فضلت ماشية 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 اهود قدام خالص بقت represented by membrane يعني ايه اتحولت الى حاجة اسمها aboneurotic insertion simply يعني اتحولت الى layer معمولة من condensation of white fibres tissue اسمه ايه اسمه anterior intercostal membrane يبقى الى extension بتاع العضلة ده تنقى replace the anteriorly بحاجة اسمها ايه anterior intercostal membrane طب يهمني جدا بقى نعرف ال direction بتاع ال fibres بتاع العضلة دي ايه 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 بتكون downwards obliquely and forwards بتكون نازلة obliquely downwards and forwards بالظبط كده كاني بحط ايدي في جيبي بالظبط طيب بناءً على الـ Direction of Fibers ده أنا ممكن أطلع على الـ Action عندي نلاحظ أن الـ Rips أصلاً كلها على بعضها فيها ميلة على قدام طيب أما تبقى الـ Rips كلها عضها ميلة على قدام ولأي الـ Direction بتاع الـ Fibers ده Downwards and Forward يبقى كده العضلة دي أما تي يحصل لها Contraction تعمل عندي Elevation of the Rips طيب اللي هي ملاحظة هنا العضلة يسمعها External External Intercostal بدأ بحافل إيه وهي العضلة الوحيدة في Intercostal Muscles اللي بتعمل Elevation of the Rips يبقى External Elevations وبما إنها بتعمل Elevation يبقى دينة تعتبر Inspiratory Muscle عشان بس الـ Varitis بتاعة أسئلة Multiple Choice اللي عرفين الحاجة بتعمل Elevation of the Rips يبقى تساعد في عملية Inspiration طيب طبعا نفس البترنة ده نشوف اللي هي الطبقة التانية اللي عندي من العضلات اللي اسمها Internal Intercostal Muscle وتعالا نشوف مع بعض آدي نفس اللي هو الرسمة بتاعتنا السابقة آدي كانت External Intercostal وبعيني ليها على طول Internal Intercostal ونحط جنبها الرسمة المبسطة اللي أنا رسمها داية آدي Internal Intercostal Muscle أعتقد الـ Attachment واضح عندي الآن الأرجم من الـ Coastal Groove والإنسلشن فيه الأبر بوردر بتاع الرب بلو تعالا نشوف بها الـ Extension بتاع العضلة أمراض العكس بقا العضلة بدأ من قدام خالص من هنا وفضلها ماشية 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 وبعين هنا حصل Discontinuity ياريت لو تعرفوا تكبروا الصورة هنا Discontinuity وبعين بعد كده كملت بإيه؟ بنفس الفكرة عملت لي حاجة اسمها Posterior Intercostal Membrane يبقى نلاحظ هنا أن Anterior Intercostal Membrane كان continue اسمع العضلة إنما هنا البosterior Intercostal Membrane is discontinuous مع الـ Internal Intercostal Muscle طيب إيه الـ Direction بتاع اللي هو الـ Fibers ساعة الـ Internal Intercostal دي هو عكس الـ Direction بتاع الـ External بيكون Obliquely Downwards and Backwards طيب بما إن الربس أصلا زي ما قلت أبوك إن هي فيها ميل على قدام والعضلة دي تنازلة بميل على ورع يبقى بناء عليه أما يحصل Contraction للعضلة دي تعمل عندي Depression of the ribs وبكده تعتبر Expiratory Muscle طيب تعالي ناخد بقى إلغاء Inner Layer of Muscles وزي ما قلنا قبل كده إنها موجودة في ثلاث أماكن متوزعة في الصورة سيكول ونبدأ بالInnermost Intercostal Muscle تعالي نشو الفكرة بتاعتها إيه بصراحة هي بتعتبر Splitted Part of the Internal Intercostal Muscle طيب حتقولي Splitted مفلوقة منها ماشي إيه اللي فلاقها عنها هو وجود الانتركوستال Vein Artery and the Nerve وبناء عليه هي تبقى أخذها نفس Direction of Fibers ماشي بأكد من تاني العضلة دي ما هي إلا Splitted Part بصوا إليه لونها بنفاتح دي موجودة فين؟ موجودة في Lateral Part بتاع Suresic All أهايات مفلوقة بإيه؟ بالIntercostal Vein Artery Nerve الواضح هنا Intercostal Nerve هو حتى حليره هنا في الكورس بتاعه حلقون هو بيعدي ما بين Intercostal والInnermost Intercostal Muscle طيب وزي ما قلت أبجد 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 إليه ناس Blitted Part من Intercostal Muscle يبقى الأكشن بتاعها أكيد زيها بتعمل Depression of the ribs ولذلك تعتبر إيه؟ Expiratory Muscle طيب أنا كده خلصت أول مجموعة من Inner Group ودي زي ما قلت تاني رات موجودة فين؟ Laterally طيب اللي جاية بقى اللي حقولها هيئر مكانها فين؟ مكانها anteriorly اسمعي ايه بقى؟ اسمها ستيرنو كوستاليس مصر طيب مكانها هيبقى انتولي هنا بس من جوه بقى ورا الستيرنم يبقى الرسمة دي كده حبصت على الستيرنم بس من الانر اسبكت علي عندي الستيرنو كوستاليس مصر اخد ارجن منين من اللور بارت بتاع الستيرنم وطلع لفوق بتمسك فيه الكوستال كارتلج بتاع الربس من رقم اتنين الى ستة طيب مكان العضلة عندي قدام خالصة هو وبناء عليه يبقى المكان بتاعها فين؟ في التصنيف يتيز انتيرير جروب اكشن بتاعها اكيد طبعا اما هنتقرب الانسيرشن للأرجن هتعمل دي بريشن للريبس وزي ما قلت قبل كده ان كل الانتر كوستال مصر بتعمل دي بريشن اف زا ريبس يعتبروا اكسبيراتوري مصر ما عدا اكسبت الاكسترنال انتر كوستال بتعمل الاليفيشن اف زا ريبس تعتبر انسبيراتوري مصر طبعا الوقت ان خلصت مجموعتين من الانر لها مجموعة موجودة في اللاترال بارت اف زا سورا سوكول اللي هي الانر مصر انتر كوستال مصر ومجموعة موجودة انتيرولي اللي هي الستينو كوستاليس يبقى عندي المجموعة اللي هي موجودة بوستيرولي هنا اما ايه يا جماعة اسمها سب كوستاليس مصر حقيقة ما كانا فين؟ وخالص هنا انتبص مع بعض اهيت الحقيقة المنطقة ديت اللي هي الكونكافتي اللي هي موجودة انتبصة بارا فيرتبرال جاتر طبعا والحقيقة المصر دي بتاخد ارجن من الانر اسبكتب بتاعت دي فقط بارا فيرتبرال جاتر ويبقى خلف الصوار بتاعها باستيرولي وبرضو الاكشن بتاعها زيها زي السابقين تعمل ديبريرشن من الريبس إنه مجموعة مجموعة كيف حصلنا مجموعة 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 هذه مجموعة أما بص كده أنا أعرض أنه مجموعة 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 الشطر هنا يفهم إنه عشان أشوف مجموعة مجموعة أو طبعا أكيد أنا شلت الأنتيرونتركوستال مصري 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 مجموعة مجموعة من العدد الإسمها Transversus مصري مصري يلا بقى نتضرب على مجموعة من الآخر which is not true as regard the external intercostal muscle it elevates the ribs it extends anteriorly to the margin of the sternum where it is represented by anterior intercostal membrane it begins posturally at the tubercle of the ribs دي ما قشرناش اليها قريب صراحة في الشرح بس حاولكم نتصرف ازاي نكمل كده القرية بتاعتنا its fibers are directed obliquely downwards and backwards definitely الإجابة المبارضية ديت هي الصح وبناء عليه في بعض النقط انا اعتبرها it's by exclusion ماشي؟ يعني دي لم تسكب بالظبط انما دي definitely غلط يبقى دي choice بتاعنا which of the following muscles arises from the back of the body of the sternum and the fluid process؟ طبعا سؤال زي ده انا برضو المبدأ بتاعي انا اجربه اقول الاجابة من قبل مقرى the choices اكيد طبعا هي يمينة يا جماعة the sternocostalis muscle تعال تعال نشوف بقى القصة بتاعت intercostal nerves وحتزل الوقت بالتبكال intercostal nerve تعال نشوف الرسمة المبسطة بتاعته دي على فكرة الرسمة دي الشاطر فيكم اللي يعرف يجيب برضو رأة وقلم ويرسم الكورس ده حيساعدناك جدا انه مش هتنساها ابدا طول عمرك تعال نشوف نمشي معه واحدة واحدة كده عايزينا تخيل الرسمة دي كده واحدة من السلسك في ارتبري دي كده البرتبرال فورمين اللي هي الصميشن بتاع بتعمليها هي اسمها vertebral canal واللي موجود جواها ده اللي هو ال spinal cord بيطلع منهم ال intervertebral فورمين ال corresponding intercostal nerve طيب العضلة دي اللي هو external intercostal muscle internal intercostal muscle وده اللي سبليتت بارت بتاع ال internal intercostal اللي هي بنسميها inner most intercostal muscle دي كده البلورا البلورا بتكون من طبقتين اللي هي البريتال layer وال visceral layer وتعب هنبدأ الكورس بتاعنا بتاع النيرف وحنقول ايه؟ حنقول ان هو اول حاجة بيطلع من ال corresponding intervertebral فورمين بيمشي في ال corresponding intercostal space طيب اول حاجة حيمشي بين ايه و ايه؟ تعال بص كده معايا اظن واضح جدا على الرسمة ان هو بيمشي بين البوستيرر انتركوستل ميمبران ومين؟ البريتال بلورا طيب هيروح لقدام شوية هيمشي بين ايه و ايه؟ هيمشي بين الانترنال انتركوستل والانرموست انتركوستل في الحالة دي ما هو هيكون دخل فيه الكوستل جروف وابتكروا كلمة الفام بتاعتنا اللي هو انتركوستل vein artery nerve طيب نشوفوا الخطر بعد كده بعد كده انترنال انتركوستل والانتير انتركوستل والانتير انتركوستل ميمبران وينتهي as anterior cutaneous nerve بكده يبقى احنا خلصنا اللي هو الكورس بتاع the typical intercostal nerve يا ريت اللي بيشوفوا الفيديو يعيد تاني الجزء ده من الفيديو بتاع اللي هو the course of the typical intercostal nerve طيب عايزين نشوف بقى ايه البانشات بتاعته 1 sympathetic و 2 motor و 3 sensory يبقى التوتال عندي 6 branches تعال انفناتهم مع بعض اول branch عندي هو حاجة اسمها communicating branch to the sympathetic trunk الانتة دي فيها حاجة اسمها sympathetic trunk في communication بين كل intercostal nerve وال sympathetic trunk او طبعا علشان الانتركوستل نيرف ده اكيد بيغزي بيغزي blood vessels موجودة على الاسكن ودي بيحصل فيها vasoconstriction و vasodylation يعني اكيد محتاجة يبقى اول حاجة communicating branch to the sympathetic trunk يبقى اول مجموعة طبعا بعد كده ال branchين الموتور بقى اللي سيديهم لي تعال نشوف مع بعض هدي muscular branches لكل intercostal muscles طيب مال ايه الموتور التاني بقى دي حاجة حماية ربانية عشان لو تقطع اللي هو المين branch يبقى عندي collateral branch تاني كأنه فرع تاني احتياطي يغزي لي بردو muscles فبسميه collateral branch وده بيمشي على ال upper border بتاع ال rib blue يبقى خلصت كده الاتنين الموتور طب ايه بقى الثلاثة sensory بص يا سيدي عندي lateral cutaneous branch اهو وانتيرير cutaneous branch وانه بيمشي بملامس هنا لل barital pleura يبقى يدي كمان sensory branches to the pleura اعتقد كده التقسيمة دي تساعدني جدا ان انا ما نساش ولا branch من ال من اللي هو البنشات بتاع typical intercostal nerve ده كده المنظر بتاع typical intercostal nerve اعتقد الصورة معبرة جدا ادي نيرف اهوت وشوف انا الدين هنا collateral branch اهوت طب ده كده lateral cutaneous branch وده كده اللي هو يفضل ماشى على طول قدام وبينتهي هنا بيخفهم anterior intercostal membrane وبينتهي as anterior cutaneous branch نشوف الرسمة دات كمان اه هنا يمكن فايدة الرسمة دي بالذات بيبين لي communication بينه وبين السمباسيتيك ترانك اهو والconcavity ديت اللي بنسميها paravertibral gutter ونعرفها من دلوقت نجد ما ندلس اللنج بعد كده هلاقي دي قاعد فيها posterior surface بتاع اللنج ده منظر تاني مجسم اهوت ليه typical intercostal nerve وده هنا الفان بتاعتنا اللي هو intercostal vein artery nerve نركز تاني على intercostal vein artery nerve نركز تاني على نيرف طيب زي ما عندي typical intercostal nerves عندي بقى مجموعة من ايه typical ايه ديت امرتوط ايه كلمة بتم فيها يبقى ايه typical ما هوش typical ايه مجموعة ال ايه typical intercostal nerves بص يا سيدي لازم نقول كل واحد وايه المبرر بتاعه اللي خلاه ايه typical اول واحد في ال ايه typical intercostal nerves اللي هو الفيرست ليه ما هوش typical لانه مالوش انتيركوتينيس برانش حاجة تانية كمان لان مالوش كوستال جروف بيمشي فيه طيب تاني مجموعة من typical هو second ليه؟ اه لان هو اللاتة الكوتينيس برانش بتاعه بيكون كبير اسمه intercostal brachial nerve ده بيعمل subline للباس دعت الأجزلة تاني حاجة it doesn't divide into anterior and posterior branches طيب بعد كده lower 5 intercostal nerves لماذا هم ماشي typical simply لان هم بينزلوا الانتير abdominal وون ببضلوش ماشيين في الكوستال غوف لا ده بينزلوا الانتير عشان يغزوه فكده احنا سميناهم او اعتبرناهم واحد مجموعة من ال A typical intercostal nerves تعال نشوف سؤال which is not true which is not true as regard the typical intercostal nerve it lies above the intercostal vessels in the coastal groove اعتقد من اول اراية كده انا استنبطت ان هي دي الاجابة القلب لان انا قلنا للمرة الالف انا عندي حاجة اسمها van from above downwards يبقى الموجود فوق خالص هو intercostal vein يلي الارتري يلي النرف فهنا نشوفها intercostal arteries عالك انتركوستال arteries وعن بعدها intercostal veins واي من intercostal arteries او veins عندي anterior and posterior نبتدي الوقت به اللي هو anterior intercostal arteries حينا فيه حاجات معانكة ما يكون قريبا بعضها اسهل طيالهم ذكرتها نحطها في comparison ونقارن بينهم تقوم تثبت المعلومة هيا عندي anterior intercostal arteries and posterior intercostal arteries و posterior intercostal arteries هيا نشوف النمبر بتاعهم الحقيقة كل مكان هنا في اثنين 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 اللي هما دولت جايين منين؟ جايين من الانترنال سوريسك ارتري طيب رقم سبعة وتمانية وتسعة اللي هما دولت جايين من المسكولوفرنك ارتري اللي هو طبعه برانش من الانترنال سوريسك ارتري طب تعالى نشو بقى البستير انتركوستال ارتري اللي هما الابر تو دولت جايين من حاجة اسمها سوبيريور انتركوستال ارتري ده برانش من الكوستوسيرفايكال ترنك اللي هو اعتبر برانش من السبكليفين ارتري طيب من تلاتة لحداشر جايين من الدسسنديج سوريسك ارتري طيب السبكوستال ارتري برضو جاي من الدسسنديج سوريسك اول هتقول لي طب لي ما قلتوش رقم 12 وخلاص اه لانذا ما فيش تحتي رب فبق اسمه سبكوستال ارتري عارفك انا عاوز نوصل لما حاجة ان عن طريق الرسمة بسي اقدر اطلع كل الداة اللي عندي فنبص كده على رسمة كويس وعرفك رسمتين دولت ممكن نتضرب على رسمتهم بشكل بسيط جدا تقوم تثبت المعلومة فيه ذهن انا طب نتكلم على الانترنال سوريسك ارتري وزاي وزاي اي ارتري هنقول اول حاجة الارجين بتاعه ده يعتبر برانش فروم زا فرست بارت اوف سبكليفين ارتري الكورس بتاعه سمبلي جدا على بعد طب اترنال سوريسك ارتري طب اترنال سوريسك ارتري والانر اسبكت طبعا بتاعه الانتيرسكو طب اللوار بارت بتاعه بيكون اتكمن بحاجة اسمها two venacomitants venacomitants ديت اللي هتعتبر حاجة اسمها deep veins طب الترميناشن بتاعه behind six costal cartilage عند six intercostal space بينقسم الى subure epigastric artery و musculophrenic artery طب ايه بقى البرانشات بتاعه الانتيرنال سوريسك ارتري اول حاجة barycardial branches barycardiocophrenic artery يبقى كي بيغزي جزء من diaphrag بعد كده mediastinal branches sternal branches perfretting branches اه بقى بتخرم تخرم الانتيريو سوريسك وال عشان تغذي المامري جلانت بعد كده anterior intercostal arteries وبعد كده الترميناشات بتوعه اللي هما subure epigastric artery وال musculophrenic artery كده انا خلصت الانتيريو تاكوستال ارتريس ومعهم الانتيرنال سوريسك ارتري طيب طبعا ناخد نشوف كده كم سورة الصورة دي حلوة جدا في ايه انها عاملالي skeletalization of the internal سوريسك ارتري يعني مجسمة لوحده ادي اللي هو subclevean artery خلي كل نحية ونازل منه الانتيرنال سوريسك ارتري بهايند اللي هو الكوستال كارتج لغاية ما تقسم الى two terminal branches بتوعه تعالوا نشوف السؤال concerning the posterior intercostal arteries تعالوا مع بعض تعالوا مع بعض they are one in each intercostal space او طبعا صح they are smooth with the anterior intercostal arteries صح طبعا they run above the intercostal nerves تمام they are all branches of the descending thoracic aorta استحالة طبعا ما احنا استئلين اول اثنين دولت جايين منين من subclean intercostal artery يبقى هي ده the choice بتاعي طب the new vascular plane of the thoracic wall lies between which of the following اه سؤال زي ده برضو انا مابدقي نحاول نستنتج الاجابة من قبل منرأ the choices هما بيمشوا ما بين ايه و ايه فكذا ما قلنا the innermost intercostal تعتبر splitted part from the internal intercostal muscle طب ايه اللي عاملها splitting الفام بتاعنا يبقى دولا بيمشوا بين ايه و ايه يا جماعة between اللي هو the internal وال innermost intercostal muscle ده اللي هو new vascular plane اللي هو مقصود به intercostal vein intercostal artery and intercostal nerve وصلنا كده الى intercostal veins ويقسمهم الى anterior intercostal veins ودول الحقيقة جماعة بيكونوا بيمشوا corresponding لل anterior intercostal arteries ودول بيصبوا في venacomitans ال venacomitans ده يا جماعة هي مقصود بيها deep veins وده بتتسمى على اسم الارتري اللي هما بيمشوا عليه خطين زرق كده دايما فهما بيمشوا بيصبوا في venacomitans بتوع musculophenic وال internal thoracic arteries ماشي ماشي الحقيقة بيجوا بيجوا the carteridge بيتحدوا مع بعض يعملوا لي internal thoracic vein اللي هو بيصبوا فيه corresponding innominate vein بركز من ثاني ان هنا ال venacomitans بيقومشين على ال wall بتاع اللي هو medium sized arteries هنا مقصود بيها اللي هو musculophenic وال superior epigastric artery طب وصلنا بقى internal thoracic vein ما هو الى تحصيل حاصل الكامح والنائب لكده ان هو بيتكون by the union of the two venacomitans of the internal thoracic artery behind the third carteridge ماشي وبينتهي فيه corresponding innominate vein نيبقى بتاعتنا الاول بس نشوف كده الشكل بتاع internal thoracic vein اهو نفس الفكرة زي ما قلنا اللي هو internal thoracic artery وده كده اللي هو corresponding innominate vein نشوف بقى القصة بتاعت اللي هو البوستينتا coastal artist واعتقد دي احنا اشارنا اليها قبل كده بالتفصيل مع الفينز بتاعت اللي هو البوستيريور ميديا ستاينم وطلبت منكم على ساعتها نجيب ورقة فاضية وياريت اللي ما اعملش الكلام ده في الميديا ستاينم ينفس كلام ده دلوقتي نجيب ورقة فاضية ونرسم فيها بسرعة كده اللي هو الـ right or left innominate veins اللي ما اتتاعته مع بعض عملولي سوبير في ناكافا اللي بيرسم معي ده ممكن يعمل وقفات في الفيديو ويرسم معي بسرعة وقلنا ان سوبير في ناكافا له just one tributary وهو الاسيجوس vein اللي بيدخله عند الليفل بتاع force thoracic vertebra وقلنا بنرسم بسرعة هنا اتناشر vein بقى الـ 11 دا coastal 1 sub coastal vein وعن ناحية التانية برضو اتناشر vein هنا عن ناحية اليمين هنا عن ناحية الشمال وقلنا البترن بتاع drainage بتاعهم دول بيما سوليلي اللي هو posteo intercostal veins on each side وقلنا البترن بتاع drainage بتاعهم الفرست on each side الفرست posteo intercostal vein on each side بيصبوا في corresponding النومة vein السكند والسير دي بيتحدوا مع بعض بيعملولي left superior intercostal vein وعن ناحية اليمين برضو right superior intercostal vein طب كل وقت حيصب الفين بعد كده احنا قلنا الحاجة الاطول والاكبر بتشيل حمله اكتر فعن ناحية الشمال بيصب فيه lift in the vein على الناحية اليمين لا العلاية right النومة ده قصير وصغير ما يشيلش اكتر من كده فيصبوا فيه في من في الاسجوس vein طب نيجي بقى من رقم اربعة لتمانية يعني هو الابدأ هنا الدروع على رقم اربعة ضربوا في اتنين يبقى تمانية بيتحدوا مع بعض يعملوا لي حاجة اسمها سبير همي اسجوس وده بيصب في الاسجوس طب كل ما بقي على نحية الشمال اللي هو 19 و 11 ومعاهم السابكوستال فين يعملوا لي ان فيه همي اسجوس وده يصب في الاسجوس كل ما بقي على نحية اليمين يصب في مين في الاسجوس فين نحول بقى الكلام ده عندنا ايه لاني نحول وقادي يا جماعة الرسمة السابقة اعتقى بقى حسينكم وانتم مش عايد نفس الكلام بس انا هعمل الانيميشن واحدة وان باي وان وتشوفوا مع نفسكم يريد كل واحد يسمع لنفسه كده قبل ما يشوف الارايتات الكلام شوفوا الـ انت مفقون بارزون وسمع لنفسك سيقوم بقى الارايتات الكلام يعني على نحية اليمين سيصب فين وعلى نحية الشمال سيصب فين تمام نشوفها كم اسمة كده بتوع قطالس نشوف كده ادي الشكل بتاع الاسجوز فين وهدي السوبيريور هيمي اسجوز وأدي الانفيريور هيمي اسجوز وعلى فكرة زي ما قلت قبل كده فايدة الاسجوز فين السيستم ده بيعتبر حلقة وصل ما بين الانفيريور فين كافا والسبيريور فين كافا تعبنا نضع بقى كده زي ليفت سوبيرو انتاكوستال فين درينز انتو وتشوف زي فول ونجل برضو نحاول نستنبت الإجابة قبل ما نقرأ اللي تشويزز دي كلها ونفتكر راسة بتاعتنا ها وأكيد طبعا تبقى الإجابة هو ليفت انومنت فين طيب بحيال النقطة دي بقى كيلينيكالي مهمة جدا 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 هي ايه؟ أول حاجة لو حصل عندي ستاب ووند ستاب ووند ستاب ووند اللي هو جرح وخزي أي حد أخذ مطوى أو سكينة في سورس كول بتاعه هل هتختلف لو كانت الوخزة ديت موجودة في اللاترال بارت عن البوستير بارت أيوم وأخطر طبعا وراء خالص هنا في البوستير بارت بتاع الانتر كوستل سبيسس بيكون الكوستل جروف لسه ما هوش ويل ديفلوبت فالالفان بتاعتنا دي بتكون متعرية مافيش بون يحميها مافيش الشفة بتاعت الكوستل جروف ديت عشان تحميها فنشوبها لو الترمديات الستاب ووند اللي هتحصل في البوستير بارت بتاع الانتر كوستل سبيس هيحصل انجري للبوستير انتر كوستل فيزلس النيرف ليه؟ لأنه مافيش هنا كوستل جروف بيكونوا مصار بتاعهم نيرلي ميد وي بتوين الربس إنما لو حصل فيه اللاترال بارت مستو بروبلي اتافويد 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 انجري اتافويد اعتقد الرسمة دي بالدزاين ده معبرة جدا عن هذا الكلام طيب ستاب ووند ده حاجة لاحق ارادية حد في عركة او اي ترومة حصل له انجري طيب النقطة دي بقى يا جماعة مهمة جدا جدا اللي هو الوقت محتاج ان انا جراحيا عندي حالات معينة محتاج ان اعمل فيها بنتريشن للسوراسيك وال عشان اوصل لايه اعاوز اوصل مثلا اللي هو البلورة الكافتي متجمع مثلا عندي فليود او كده فيه اللي هو البلورة الكافتي بنسميها بلورة الفيوجن او بص بنسميها بايو سوركس ماشي اذا النترزل في النهاية ان انا عاوز اعمل ريموفل لكوليكشن موجود في البلورة هيترتب عليه ان انا هعمل بنتريشن للسوراسيك وال طيب هعمله بنتريشن فانو حتة بالزبط وليه تعال نشوف مع بعض الصورة دي حانا حولت اعمل الدزاين بتاع الصورة دي و جبتي النيدل اللي هنبدأ نسحب بيها عشان نوصل لغاية البلورة اللي هو ايه كافتي اللي هو مكاة السندة او عشان اسحب الكوليكشن الموجود هنا ده على فكرة سحب الكوليكشن ده بنسميه تابينج تابينج طيب احط زيني دايما نقطتين مهمين جدا قبل ما احط سن السرنجة بتاعي اول حاجة انا هعمله فين في البوستير سراسيك وال ولا في اللاترال وليه اه طبعا الاجابة عندي ان انا هعمله فيه اللاترال بارت بتاع التشيست وال علشان في الحالة دي بيكون السابكوستان نيربس اند فيزلز محميين في الكوستال جروف طب والنقطة التانية هدخل في اي حتة في اللي سبيس ولا يكون قريب من الضلع اللي فوق ولا قريب من الضلع اللي تحت اه لازم ادخل طبعا نير زا ابر بوردر اوف زا ريب بلو شوف انا قلت نير مش عليب مباشرة لان هنا في السابقة فيه كلات فالبانش اسماشية بقول نير نير زا ابر بوردر اوف زا ريب بلو ليه؟ عشان اكون برضو بلو 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 وهو طبعا ده الام بتاعنا ان علشان ننفع المريض ما نضرهوش ان احنا نعمل تروما لحاجة من الحاجات دي هتعمل لي بليدنج او كده اثناء البوسيتجا